السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أصدقائي الكرام متابعين العزاء في كل مكان مرحبا بكم في هذا الفيديو لكل من يواجه مشكلة قفل الشاشة في الايفون فالحل بين يديك عن طريق هذا الفرنامج الذي سوف تجد رابطه في الفيديو الخاص بسكرين باسكود اللوكر والذي يقدم العديد من الميزات والخصائص وكما تلاحظ معي في الشاشة بطبيعة الحال ويحصل على تقيمات جد إيجابية مما يؤكد لك أن البرنامج احترافي جدا تحميل البرنامج يتواجد بالنسبة للويندوز تقوم بالدخول على الرابط ثم تقوم بالضغط على التحميل وبعدها تقوم بتتبيط البرنامج بالطريقة العادية والاعتيادية فبعد تتبيط البرنامج فهو يخرج لك بهذه الواجهة اللوك اللوك سكرين باسكود اند اللوك ابل اي دي باي باس ام دي ام سنستعملاتي خاصية في حلقات اليوم ويشراء نسخة البرنامج نقوم بالرابط المتوجد في الفيديو لدينا هذا الكوبون التخفيدي فمثلا إذا أردنا نشراء نسخة سنة فما علينا سوى بالدخول والضغط على هذا الخيار وبعدها تقوم بتطبيق يعني الكوبون وكما تراحد معي الآن لديك 400 والآن 406 والآن تقام بتخفيضها وأصبحت يعني 305 فقط فيمكنك الشراء بالبيبال والفيزا كارت والمستر كارت والطرق المتوفرة الأخرى بطبيعة الحال فالآن ندخل الى البرنامج لنستعمل الطريقة التي تقوم بالدخول الى الايفون الخاص منا كما تراحدون يطلب منا يعني يعني سألنا نقوم بإدخال الباسورد فمثلا إذا كنا نعرف الباسورد ونريد تجاوزه بطبيعة هذه الحال فكما تلاحظنا أصدقائي كرام نواجه مشكلة عمل الريس لالباس كود ولحالة المشكلة ندخل الى البرنامج الخاص منا وبعد ذلك نقوم بنقر على ابل اي دي وثم نقوم بتركيب الايفون الخاص منا في الحاسوب مواصلة نقوم بنقر على ستارت ثم نقوم بالدخول الى الريس او في اه بطبيعة الحال بطريقة العادية والاعتيادية كما تراحدون اصدقائي الكلام الان ويتين فور اه ابل اي دي اذا ريموف اه ريموفين دي ابل اي دي بليز ويت يعني يرجع الانتظار لكي يقوم بعمل ريموف للابل اي دي وسوف نستطيع بعد ذلك بالدخول واه استعمال الايفون الخاص بنا بمشاكل في كما تراحدون اصدقائي الكرام اذا اعجبك الفيديو لا تنسى النقر على زر لايك وترك تعليق محافظ واذا كانت هذه اول مرة تتابع فيها قناة بريزما فلا تتردد بالنقر على زر اشتراك وتفعيل الجرس لتتوصل باخر مستجدات القناة